طالب العلم ولو كان يحقر نفسه ولا يرى نفسه كذلك إلا أن الناس يرونك في منزلة قد لا تعلمها فيجب على المرء أن يصون العلم الذي يظنه الناس عنده وحينئذ وخاصة في مواسم الاجتماع كالحج والعمرة فيجب عليه حينئذ أن يتقي الله عز وجل وليعلم أن الناس عالم أو لم يعلم هم مقتدون به فحينئذ يحرص على أن يأتي ليس بالواجبات فحسب بل وعلى أن يأتي بالسنن فكم من عالم من المتأخرين لا أقول المتقدمين لما حج كان كثير من مصاحبيه في الحج يقتدون به في اجتهاده في العبادة وفي الطلب والتضرع إلى الله عز وجل وإذا فإن يسر الله لك حجاً وكنت منسوباً للعلم والطاعة فاعلم أن عليك من المؤنة ما ليس على غيرك ليس لذاتك وخاصة نفسك فحسب بل لأن الناس علمت أو لم تعلم هم سيقتدون بك فاتق الله عز وجل في نفسك وفي المسلمين